بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة السادسة تقييم وتشخيص صعوبات الذاكرة ونتناول الدرس الثاني اختبار الذاكرة السمعية سلاسل الكلمات طبعا يستخدم اختبار سعة الذاكرة السمعية في التعرف إلى قدرة الطفل على تذكر سلاسل من الكلمات المتدرجة في الطول أي عدد الكلمات التي تتألف منها السلسلة الواحدة ويساعد ذلك في التعرف إلى ما إذا كان ثمت قصور في جانب أساسي من معالجة المعلومات في مجال الذاكرة السمعية ولهذه القدرة آثار بعيدة المدى على فاعلية التعلم فهي الأساس في اكتساب اللغة وفي تطور مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي وبخاصة في مرحلة الطفولة ومن هنا فإن تقييم الذاكرة السمعية له أهمية خاصة في التعرف إلى مدى استعداد الطفل للتعلم والتعرف إلى أي جوانب قصور يمكن أن يعاني منها الطفل في تطوره المعرفي والنفسي والاجتماعي هناك عدد من الأغراض لهذا الاختبار من أهم هذه الأغراض تقييم مستوى الذاكرة السمعية عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم والذين يعتقد بأنهم يعانون من قصور في الذاكرة السمعية الآن سأقوم بتوضيح تعليمات تطبيق الاختبار وتعليمات التصحيح وأثناء ذلك سأقوم بالتقليب بين الشرائح التي يوجد عليها مستويات المقياس وأمثلة من الفقرات الفرعية على كل مستوى من هذه المستويات طبعا تعليمات التطبيق يطبق الاختبار على الطفل فرديا وعليك عند التطبيق والتقيد بالتعليمات التالية أولا اعمل على أن يجلس الطفل مواجها لك واطلب منه أن ينظر إلى أي شيء آخر غير وجهك ثم قل سأقرأ لك بعض الكلمات وأريد منك أن تعيدها بعد أن أنتهي من قراءتها فلنجرب مثالا أو مثالين وأتعطي الطفل مثال تقول له مثلا اسمع طير باب أنت الآن تنتظر حتى يستجيب الطفل فإذا عاد الكلمتين بأي ترتيب حتى لو كان نطق غير دقيق تماما انتقل إلى الفقرة الأولى من المستوى الأول أما إذا لم يعد الكلمتين اعمل على تقديم المثال الثاني بالطريقة نفسة التي قدمت بها المثال الأول قل اسمع ورد ريح إذا فشل الطفل في عدت الكلمتين الواردتين في المثال الثاني استمر في إعطاء الطفل أمثلة أخرى من عندك حتى يفهم المهمة المطلوبة ثم ابدأ بتقديم الاختبار طبعا عليك أن لا تستخدم الفقرات الواردة في الاختبار أو كلماتها في الأمثلة التي تقدمها للطفل في أثناء عملية التدريب وأن تكون الكلمات من مقطع صوتي واحد ثانيا اعمل على تقديم فقرات كل مستوى حسب الترتيب الذي جاءت فيه بالاختبار وعمل على الانتقال من مستوى إلى آخر دون تقديم أو تأخير انتقل من مستوى إلى آخر إذا أجاب الطفل عن أي فقرة من فقرات المستوى بشكل صحيح يعني في المستوى الثاني مثلا أجاب الطفل عن الفقرة الأولى بشكل صحيح عن الثاني لم يجب عن الثالثة لم يجب نعم أنتقل إلى الفقرة التي تليها إذا أجاب فقرتين أفضل إن أجاب ثلاثة أيضا فتنتقل إلى الفقرة التي تليها الآن توقف عن تقديم الاختبار إذا أخفق الطفل في الإجابة بشكل صحيح عن جميع فقرات المستوى يعني الآن نحن في المستوى الثالث أخفق في الأولى وأخفق في الثانية وأخفق في الثالثة خلاص لا أنتقل إلى المستوى الذي يليه طبعا بعد ذلك نعتبر الإجابة صحيحة إذا عاد الطفل جميع الكلمات الواردة في الفقرة بغض النظر عن ترتيبها يعني عادها جميحة بغض النظر عن ترتيبها طبعا عليك أنت الآن كفاحص أن تقوم على قطع صوتك بعد قراءة كل كلمة يعني يجب بمعنى أن تتجنب أن يكون هناك اتصال بين صوت كل كلمة والتي تليها طبعا قبل تقديم الفقرة تأكد من أن الطفل يوجه كل انتباه لك وأنه ليس مشغولا بأي أمور أخرى لا تحاول إعادة أي من السلاسل إذا طلب الطفل منك إعادتها بل انتقل إلى السلسلة التي تليها مع الالتزام بالتعليمات السابقة ضع علامة دائرة حول العلامة التي تقابل الفقرة في حالة الإجابة عنها بشكل صحيح ولا تضع أي إشارة حول العلامة التي تقابل الفقرة التي تكون الإجابة عنها خطأ إذا أجاب عن هذه بشكل صحيح أضع عليها دائرة إذا أجاب عن هذه الفقرة الثانية بشكل خاطئ لا أضع شيء أتركها فارغة طبعا لو انتقلنا وتكلمنا عن تعليمات التصحيح نقول أن إجابة الطفل تعتبر صحيحة في كل سلسلة من الكلمات إذا عاد الطفل كلمات السلسلة بغض النظر عن ترتيب الكلمات فيها وتعدى الإجابة خطأ إذا أضاف إليها أو حذف منها أي كلمة ويوجد أمام كل سلسلة في ورقة الاختبار رقم يدل على النقاط المستحقة على الإجابة الصحيحة هذه العلامة المستحقة على كل فقرة مثلا مستوى الخامس وهكذا ويلاحظ أن عدد النقاط المخصص في كل سلسلة يساوي عدد كلمات السلسلة طبعا عندما يجيب الطفل إجابة صحيحة لإحدى السلاسل ضع دائرة حول الرقم الدال على النقاط المخصصة لتلك السلسلة أجاب بشكل صحيح نضع دائرة لم يجب نتركها فارغة أجاب نضع دائرة وهكذا تكون العلامة الكلية طبعا على الاختبار هي مجموعة النقاط التي حصل عليها الطفل على الإجابات الصحيحة في جميع السلاسل